اشتركوا في القناة للقضايا التي تواجه العالم بأسره تاريخ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء رحمه الله الحافل بالإنجازات خير دليل وشاهد على المسيرة الإنسانية التي قادها سموه حيث لازمت شخصيته العظيمة كل معاني الإنسانية والأبوية فلطالما مد يد العون لمساعدة المواطنين من أهل البحرين والعالم بأسره فكانت راحة الشعب والمواطن لدى سموه في أولى سلم أولوياته إلى جانب حرص سموه على تحسين الأوضاع المعيشية فهو الأبو الحاني الذي دائما كان يشدد على الالتفات لمطالب المواطن البحريني وتلبية احتياجاته مبادرته سمو رئيس الوزراء التي عرفت بيوم الضمير العالمي شاهدة على الاهتمام الذي يوليه سموه لتعزيز معاني السلام والتي لقيت صدا عالميا كبيرا وتبنتها الأمم المتحدة في إنجاز دولي جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات الحافلة بالعطاء التي قادها سموه ومن منطلق مبدأ سمو رئيس الوزراء أن السلام هو البوابة الحقيقية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة جاءت مبادرته الكريمة لتوقظ نزعة السلام في النفس الإنسانية وتحفز الضمير الإنساني للمساهمة في حل القضايا التي تواجه البشرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وجاء تبني منظمة الأمم المتحدة لمبادرة سمو رئيس الوزراء إيمانا منها بجهود سموه في خدمة الإنسانية والتي عبرت عنها العديد من السياسات والمبادرات التي قادها سموه سواء على المستوى المحلي أو الدولي ولتفق شاهدة على عطائه اللامحدود في استجل مسيرته الإنسانية العظيمة راحة كبيرة لما شفته من أبناء البلد وشعورهم ومعكسوه وهذه موغف ليس بغريب عليكم كلكم في هذا البلد أظهرت الولاء والإخلاص والوحدة الوطنية متمثلة فيكم وفيما تنوون لحاضر البلد ومستقبلها اشتركوا في القناة